تعالنا نروح على صفحة اربعة في صفحة اربعة تعالنا نشوف قناة السويس الجديدة قناة السويس سنة 2015 مولانا كان العائد بتاعها او ارادها خمسة واثنين من عشرة مليار دولار اتنين وعشرين افلت تمانية مليار دولار النسبة بتاعت الزيادة قد ايه تلاتة وخمسين وتمانية من عشرة في المية وانا بقول لك باذن الله سبحانه وتعالى ربنا كبير بس كمان ربنا قال اشتغلوا وبزلوا جهد اخر تلاتة وعشرين لو ما جابتش التسعة مليار هتزيد عن التسعة قول ان شاء الله طيب في اغسطس عشرين خمستاشر تم افتتاح القناة الجديدة اللي الاخوان الترياء عليها سبحان الله القناة اللي الاخوان الترياء عليها رفعت العائد بهذا المعدل انت شايف من خمسة واثنين من عشرة مليار لتمانية مليار يجي يقول لك ايه اصلا ممكن تكون اسعاركو زادت هو لو انا اصلا بزود الاسعار فانا ناجح ما يعني هو هيجيني وانا بزود الاسعار لي غير لو انا ناجح ومحتاج لي اتنين لا ده هو عدد السفن زاد تلاتة ده عدد الحمولات زاد اربعة ده عدد الشركات اللي بتتعامل معي اللي هي الشركات بتاعة الشحن والنقل اه زاد طيب تعال بص كده من ثلاث لاربع ساعات زمن انتظار السفن بدل من ستة لثمان ساعات يعني مدة الانتظار قلت النص ده بيشجع الناس انها تجي لي عندي اقبال اكتر ان الناس تجي لي طيب حداشر ساعة زمن العبور المباشر للسفن دون توقف بدل اتنين وعشرين ساعة في السابق سبعة وتسعين سفينة تاتشود سبعة وتسعين سفينة يومي كان القدرة الاستعبية لقناة السويس طيب كان زمن سبعة وسبعين بس 18 مليار دولار اجمالي تكليفة البنية التحتية والاستثمارية في منطقة القناة مئة الف فرصة عمل مباشرة وفرتها هذه المشروعات المنفذة بالمنطقة عشان بيتكلم عن مشروعات القومية مغمي عنين وقال لك يا جماعة احنا نوقف بقى وقف ايه يا نهر ابيض اربع مناطق صناعية وست مواني بحرية بتشملها هذه المنطقة حتى تتحول هذه المنطقة الى المركز الرئيسي لافريقيا والشرق الاوسط دا اللي بيحصل من 2014 يا مولانا طيب 14 مطور صناعي تم اقامة شركات او شراكات معاهم داخل المنطقة 305 منشأة صناعية وخدمية عاملة بالمنطقة اين الصناعة لماذا لا تشجعون الصناعة اما اللي قدام سيادتك دا ايه بنشجع ايه اشتركوا في القناة